أهلا بكم للمتابعين كورونا في مصر اللقاح الصيني هدية إماراتية وسط تعتيم إعلامي كبير جدا على جدوى هذا اللقاح الصيني وزيرة الصحة بتقول الإصابة واردة رغم أنك حتى لو خدت الجرعتين بتوقع اللقاح الصيني وغياب الحديث عن اللقاح المصري والسيسي بيتاجر في اللقاح الصيني خلينا نبدأ الأول من إعلام السيسي رأس حربة إعلام السيسي عمر أديب طلع يكلمنا على أن مصر والإمارات كدفعهم في كدف بعض رجالة مع بعض دولة كلام لا أفعال وبتديك التطعيمات بتاعتها نسمع كده عمر هو بيمدح الموقف الشهامة والرجولة للإمارات دايما بقول أن في كدفك أخوك الإماراتي دايما دايما أخوك لما ابتدت الإمارات تطلع الفاكسين ده من عندها أول مودته ودته المصر كدف أخوك الإماراتي في كدفك دايما بقول كده وعلى فكرة الإمارات مش دولة كلام دولة أفعال دايما وأبدا تنقيهم في كدفك موجودين جنبك لو محتاج أي حاجة دايما الإمارات وشعب الإمارات ومحمد بن زايد ومحمد بن راشد موجودين جنبك فهذا أمر برضو يعني بنتعلمه وهو الصديق وقت الضيق هو الصديق وقت الضيق عندك أزمة تعرف صديقك فين اهدى عمر شوية اهدى يوم ما هنشوفك قالب على الإمارات بس اهدى شوية اهدى شوية يعني الإمارات جدع قوي يعني الشحنة دي هتغطي مصر كلها إن شاء الله لا مش بس عمر ده السيسي نفسه واجه الشكر لدولة الإمارات على الشحنة دي اللي جات لنا من الإمارات اهو خبر السيسي بيوجه الشكر لدولة الإمارات على شحنة لقاحات كورونا لمصر كلام جميل جدا هتشككلي فيه لا طبعا هتقول الإمارات مش دولة جدعة اقولك لا طبعا وزيرة الصحة قالت اهيه الصينيون قدروا زيارة التضامنية لهم وقت أزمة الله هو انت ولا السيس يا مدام الصينيون قدروا زيارة التضامنية لهم وقت أزمة فيروس كورونا حلو قوي معلاش يعني الصين هي اللي بعتت ولا اللي احنا شفنا سفيرة الإمارات وشفنا سفير الصين كلام جميل جدا هيطلع واحد سيساوي لعين يطلع يقول لي هو حضرتك مسلا هتشكك في الموقف الجميل بتاع الإمارات ده بعدتو اللي ما بعتتش شفت الطائرة اللي ما شفتاش اعرض له الفيديو يا عم اعرض له الفيديو للقنوات اللي بتشكك في الحاجات دي اعرض فيديو الامارات دلوقتي مش دي طائرة الامارات مش دي الشحنة نزلت مش الامارات هات الفيديو مش الامارات بعتت جابت الشحنة دي وبعتتها لمصر هات الشحنة يا عم مش ده مطار القاهرة مش مطار القاهرة اللي انت شايفه ده مش ده سفيرة الامارات ما تقرد يا علي اديني الفيديو بس اديني الفيديو. مش دي سفيرة الامارات اللي كانت واقفة? اه كنت هي سفيرة الامارات. ايوها هي كانت هي. انا معاك. طب هتشكك فيها ليه? اهو اعرض كده الفيديو اهو الشحنة نازل. اه دي تهيرة الامارات اهي. سيبك من عمر بيقول ايه? الصديق ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد وسمعني احلى سلام لسفيرة دورة الامارات. ارسلت ماشي اهي? اهي واقفة حاجة جامدة. والشحنة نازلت. طب حلو قوي. هي لكن اكيد سألت نفسك الحقيقة سؤال ايه المقابل? عمر بيقول دي جدعانة من الامارات. انا بقول لك اوقع تعمل زي عمر. عمر بيطبل وهو عارب بيطبل لمين? انت كمواطن اسأل نفسك ايه المقابل? ايه المقابل اللي الامارات عايزاها? في مقابل الشحنة دي. ايه المقابل? وهي الامارات اسأل نفسك عينها على ايه في مصر? انا سامعك وانت بتقول لا 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 ما وصلتش للدرجات دي الامارات دولة عربية ويجمعنا تاريخ. الكلام ده عنده ملطفي. كانت عملت كده مع قطر. انا هزبط لك دلوقتي ان الامارات مادي تاكش الشحنة الصغيرة دي ببلاش. خد اول حاجة بقى. طرح مجمع التحرير وارض الوطن للمستثمرين. دي الاستاذة هالة السعيد بتاعة بتاعة الوزيرة في حكومة السيسي بتتكلم على ان بدأنا نطرح او طرحنا ارض مبنى مجمع التحرير هالة السعيد وزيرة التخطيط. وقالت خلال لقاء عدد من كبار الكتاب والصحفيين انه سيتم طرح شركة الوطنية للخدمات البترية التي تمتلك نشاطا تجاريا ومحطات تموين البنزين وشركة صافي دول شركتين بتوع الجيش التي تعدل نشاط الاقتصاد الاكبر في سيوة حلو جدا وتنتج الزيوت والاملاح. ادي الشركتين اتباعوا. طيب اطلع بقى كمل معلش. كمل بقى. ايه الشركات التانية? قالت لك اصلحنا في عندنا في كيانات خارج مصر. ومش عارف ايه. وان في تسعة وسبعين صندوق سيادي في خمسين دولة. خلص يا مدام. اه. نيجي هنا بقى. راح تقيل ايه بقى. خش بقى. وقالت انه تم انشاء منصة استثمارية مع الامارات ابو ظبي القبضة. بقيمة عشرين مليار دولار. للاستثمار في المشترك. في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات. ابرزها ايه بقى? الصناعات التحولية. والطاقة التقليدية والمتجددة. والتكنولوجيا. الاغذية والعقارات. السياحة. والرعاية الصحية والخدمات العجوستية والخدمات المالية. والبنية التحتية وغيرها. مصر دون ان تدري حضرتك اتفقت مع شركة اه. ابو ظبي دي القبضة. على كل الشركات دي. اهو. تم انشاء منصة استثمارية. مع الامارات ابو زاب القبضة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار في مجموعة من القطاعات والمجالات صناعات تحولية تكنولوجيا اغزيع عقارات سياحة رعاية صحية خدمات مجلسطية خدمات مالية بنية تحتية حل مين بقى بينافس معاهم في القصة دي السعودية خذ الخبر ده كمان عشان بس تبقى رايق كده مصر طرح اول شركتين لتابعتين للجيش امام المستثمارين اطلع يا عم بنص الخبر زوق الفوق كده واطلع عشان تعرف ان شركة صافي والشركة الوطنية للبترول اللي عندهم حطات بنزين في كل حطة في مصر اتباعوا انتهوا مش بس دول كمل بس الصندوق السيادي المصري خلاص حدد اول شركتين لتابعتين للقوات المسلحة للطرح امام المستثمارين محلية واخترى الصندوق الوطنية للتعبئة شركة صافي والشركة الوطنية للبترول اللي هما بتوع الجهاز الخدمة الوطنية لترحيهما امام القطاع الخاص للاستثمار فيهم جاء ذلك وفق ما قالته وزيط التخطيط في بيان صادر عن مجلس الوزراء كده هو خده قرار ولم تذكر السعيد مزيدا من التفاصيل عن الجدول الزمني او حجم المتوقع للترحيل وكشفت انه سيتم التعاون مع جهاز مشروع الخدمة الوطنية في مشروعات اخرى بس كده كفاية لا مش كفاية تعالي بقى عايز اقول لك ان السعودية والامارات بينفسوا مصر في قطاع الدواء والصحة في الخبر ده حضرات تحت بقى اخر الخبر بيكلم على ازاي السعودية اشترت معامل طبية في مصر وازاي ان الامارات بتنفسها في القصة دي اطلع اطلع كمل على فكرة لسه ما جبناش تركة امون للادوية اطلع كمل 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 الاخر بس تحت بقى خالص الراجل بيقول لك انه شركة السعودية او الشركات السعودية اشترت مجموعة معامل البورج اما الشركات الامارات فاشترت مجموعة معامل تانية وهناك منافسة سعودية اماراتية للسيطرة على القطاع الصحي في مصر ده بقية الخبر لو تعمل فيها جميل او يعني تريح تريح الناس تطلع ببقية الخبر ده عشان يقول لك انه قطاع الصحي في مصر اصبح فريسة بين انياب الشركات السعودية والشركات الاماراتية وفي مارس خلق اطلع ولم يبسح اشتركات العاشر الاخره يوسك ان الجيش المصري بيهايمن على كذا وقالت ان السلاء على كذا الحد ما يقول لك بقى انه استولوا الاتنين على قطاع الصحة وقطاع المال او قطاع الصحي في مصر بشكل وكأنه ملهمش صاحب اشترك كل قطاع الصحي في مصر اخيرهم شركة امون اللي تقريبا خرجت سنة 91 للعلن يعني وازمحت شركة بتنتج ادوية كويسة هزي الشركة مطروحة دلوقتي لإستثمار السعودي الاماراتي نخلص من كده لإيه لان الامارات الحقيقة خرجت التمن الامارات بالشحنة الصغيرة دي بتاعت اللقاح الصيني ما عملتهاش جدعانة ولا ببلاش ولا في حب السيسي لكن خرجت تمن غالي قوي قالته هالا السعيد التمن انها حطت ايديها في الصندوق اللي بيملك مصر كلها ده التمن وبعد ما تفنن الاعلام المصري في تدمير سمعة لقاح اللي انت جيته فايزر اللي هواش امريكي زي ما قالت الجهلة او متعمدة لميز حديدي لما قالت لقاح امريكي مش عارف الماني هو لقاح تركي الماني لانه اللي اخترع اللقاح ده اصلا اتنين زوجين اتراك موجودين في المانيا واشتريته من هون فايزر بعد ما تأكد نسبة نجاحه بنسبة 95% مين بقى الدول اللي هتاخد اللقاح الالماني ده او الالماني التركي انا مش اقول لك لكن اسمع انت مين اللي هتاخد اللقاح ده شفت عمر اديب بيقولك ايه الراجل اللي عمل اللقاح مرضيش ياخده ليه اصلا المانيا مش مصرحة بيه نسمع كده عمر نفسه اللي بيزمت الشيء وعكسه بيقول ايه على لقاح فايزر تم استخدامه في الولايات المتحدة الامريكية هيكون لقاح فايزر فايزر موجودة دلوقتي في امريكا يعني هتبقى خلاص ليومين الجايين يعني وموجودة في كندا وموجودة في بريطانيا بريطانيا خدت فايزر وما خدتش استرازيليكا اللي هو بيتعامل في اكسفرد خدوا فايزر وتم شحنوا ليهم من بلجيكا مع شركة بيونتك والمملكة العربية السعودية خدت ايضا بس اقفنا والسعودية عمور يعني لقاح فايزر طلح حلوة هو بريطانيا رمت اللقاح بتاع اكسفرد وخدت بتاع فايزر الالماني التركي وامريكا خلاص ثبتت لقاح فايزر طب ايه المشكلة عامر كنت ليه بتشوير اللقاح ده انا اقولك المشكلة انهم كانوا بيقلعوك اللقاح الصيني اللي جاي برضو ايه المشكلة المهم اللقاح الصيني ده تمام يعني فيه مميزات فيه حاجة كويسة بلاش انا اتكلم عن اللقاح الصيني انا بيفهمش في الحاجات دي نسمعك هالة زايد وبتقولي عن اللقاح الصيني طبعاً طبعاً ايوه صحيح وبالتالي المناعة بتاعة الأجسام اللي بتظهر نتيجة الأجسام المضادة اللي بتطلع من الفيروس نبسه اه شرط مناعة اه قصيرة قصيرة مدى مش للأبد مم وبالتالي الباكسين برضو برضو شرطان الباكسين ده زي زي الباكسين بتاع الانتل وانتل مم اللي احنا استلمنام بارح بيدي ستة وتمانين في المية يعني لقاح الصيني بيدي نسبة نجاح ستة وتمانين في المية بينما لقاح فايزر اللي هم كانوا بيشوهوه بيدي ستة وتسعين المية هي اللي بتقول ما ليش علاقة نام كان فيه خبر في نوفمبر بيقول انها تمنح الشعور بالامان الزائف اللقاحات الصينية قد تتسبب في انها في كارثة ده الكلام اللي قالوه برضو احنا ما نعرفش ده قناة الحرة امالي السؤال بقى السؤال مين المستفيد من الحوار ده رجالة انا اقول لك بقى مين المستفيد من ده اسرائيل ادي الخبر في الانادول اسرائيل توقع اتفاقا مع شركة اماراتية لمواجهة كورونا شركات شركتان اسرائيليتان تابعتان تتبعان وزارة الدفاع وقعت مذكرة اتفاقا مع شركة جي فور تو المهتم او الملتعمة بالعمل لصالح المخابرات الاماراتية الحقيقة اني لا امارات وقفت كتف في كتف ولا الامارات هي الدولة الجدعة او اللي وقفت معانا وقفت جدعانا وبعتت لنا بعتلي شوال لقاح وتقول الامارات وقفة جدعة وماش جدعة ولقوا ايه بدون اي حاجة كادا هي الحداء بتنمي كتكي يا عمر ما نعرض طيلك يا عمر وهاعرض تاني اللي استفادها اللي استفادها امارات من مصر واللي لسه هتستفدها من مصر او استثمار ام احتكار تنافس سعودي اماراتي للسيطرة على القطاع السحي بمصر اطلع بقى في الخبر ده اطلع عشان سمع عمر بس المطبلاتي اللي ما عندوش دين ولا ضمير اطلع اتفرج على الامارات خادت ايه نشرت وسائل الاعلام اجنبية ومصرية مؤخرا اخبار عن سعي صندوق الاسمارات السعودي وشركة الاسمارات الاماراتية القبضة للاستحواز على شركة امون الادوية المصرية التي بيعت لشركة المعكزة العالمية 2015 وهو ما دفع مراقبين في القطاع السحي للتساؤل عن اهداف هذا السعي الحفيف للاستحواز خاصة انه من 2014 سيطرت شركات سعودية واماراتية على عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحليل بمصر وظهرت شركة امون ساة 91 ولها في السوق ما يقارب من 180 صنفا دوائيا وهي تصدر منتجاتها الى 28 دولة افريقية واسيوية اوروبية السعي السعودي الاماراتي الاستحواز على شركة الدواء المصري يأتي استمرار الاسمارات الضخمة التي ضختها الدولتان في مصر خاصة في القطاع الصحي واثار تساؤلات عدة حول حقيقتها تمتلك السعودية معامل كايرولاب للتحليل التحليل الطبية الواسعة الانتشار بطول محافظات مصر ومركز تيكنوسكال الاشعة التي تمتلك بدورها 24 فرع في محافظات مختلفة وتستحوز على 9 مستشفيات كوبرا زي اسكندريل الدولي ابن سين العروبة وجمعها في مناطق راقية كما تمتلك 15% من اسهم مستشفى العيون الدولي بينما تتفوق الامارات على السعودية في عدد المستشفى التي تملكها في مصر حيث تصل الى 15 مستشفى النيل بدراوي كيلو باتر القادر التخصصي وسيطركت شركة ابراج كابيتل الاماراتية على سلسلتين من اكبر سلاسل معامل التحليل وهما البرج التي تضم 50 معمل ومعامل المختبر التي تضم 826 فرق في كافة المدن والمراكز المصرية السعودية والامارات يا عمر بلعوا القطاع الصحي في مصر جاية قولي اخوك اللي في الشدة وقف معاك كتف بتطب لي عمر لا بالراحة بقى بالراحة نفضح لك الامارات خارة ايدها فتات ده الامارات بترتع في مصر وبترميلك الفتات لقاح صيني المشكلة يا جماعة مش في اللقاح الصيني ولا لقاح فيزر ولا اي لقاح المشكلة الحقيقية في الشفافية عنيد حد يقول لنا بوضوح الامارات بعت اللقاح ده ليه السؤال بقى الاهم هل الاماراتيين اخدوا اللقاح ده اتحدك لا انا بقولك بس خد مني اتحدك لا الامارات اكبر واحدة للامانة يعني من اكبر الدول في العالم مراعاة واجراءات احترازية وطبية وصحية لفيروس كورونا انت تخش الامارات كده وانت متطمن جدا اتحدك لو كانوا الاماراتين اخدوا الفاكسين ده السؤال التاني ايه المقابل وليه وليه حقيقة سيبنا فيزر وروحنا للقاح الصيني ده نفس السؤال اللي سألته الدكتورة مونة مينة مونة مينة قالت يا جماعة عايزين شافة فيها حول لقاح الصيني بس هنستخدمه وناخده عادي جد اهو بتقول يهمنا او يهمني يعني ان اوضح انني لست منحازة اللقاء معين ولكنني فقط اطالب بالوضوح واعلان كافة الابحاث العلمية الخاصة باللقاح قبل البدء في استخدام معلن التقوص يجب هي بتقول اهو يجب مشان اللي بقول يجب ان تكون هناك شفافية كاملة توضح كل ما يتعلق باللقاح الصيني قبل البدء في الاستخدام الموسع له مونة مينة عدو لجنة الشكاوة عارف هل زيت قالت ايه قالت ده كلام اخوان ما يتردش عليه قالت ده كلام اخوان ما يتردش عليه مونة مينة اللي هي اخوان وبتكره الاخوان وبتخبط في الاخوان مجرد ما قالت بس عايزين شفافية بس هناخد اللقاح الصيني ايه المشكلة بس قولنا الابحاث بتاعته انشروها بشفافية كانت النتيجة ان طلعت وزيرت الصحة قالت على الكلام ده ده كلام اخوان ما يتردش عليه والله قالت كده لكن اللي حصل ده كشف حاجة مهمة جدا ان فيه بيزنس بتعمل في موضوع اللقاح الصيني البزنس ده فيه السيسي والامارات والبيزنس ده بتعمل على حساب المصريين افكر كل اول بحاجة مهمة جدا عشان انا واحدة من انجازات برنامج مصر النهار بليه افتكر معاشة الاخبار دول افتكر كده اه وزيرة الصحة تستنكر شعات تكتم على وفيات كورونا كلام مش منطقة تأسيبك من ده محدش تخيني الوفاية تستخدم لأ لأ هاتلي بقى الاخبار بتاع اللقاح الصيني او اللقاح اللي كانت مصر بتكلم عليه افكرك بدا عشان انا اطلعت وقلت الكلام زي ده هاتلي بقى مجموعة الاخبار كده اللي حضرتك قاعدوا يتكلموا عن فيه لقاح مصري لقاح مصري وظهر وحاجة جامدة جدا واحنا بننتج لقاح وطلق السيسي نفسه اتكلم عن احنا بننتج لقاح بس ايه يعني مكتمين عليه خد الاول السيسي عن لقاح كورونا المصري ما بنتكلمش فيه لحد ما ربنا يوفقنا الحاجة رسمي حلو ده كان في نوفمبر جميل اديني عندك خبر تاني يعني فيه لقاح مصري الصحة مصر تستعد لانتاج لقاح كورونا بعد انتاء التجارة المحلية حلو جدا برضو نائب رئيس القوم البحوص انتاج لقاح مصر الفيروس كورونا بداية 2020 حلو قاوي برضو القوم البحوص نتيجة التجارة الاولية اللقاح لمصر الفيروس كورونا بلغت 95% زي وزي بتاع فايزر بالضبط حلو قاوي نكمل بقى ولا كفايا كده كفايا كده طلعنا قلنا لكم في حلقة 25 نوفمبر في برنامج مصر النهاردة طلعنا قلنا لكم انا قلتلكم حقيقة القصة بي للعقار الصيني الموقع اهو قدامك اهو وراجع وخلي حد يترجمه لك الموقع اهو السيسي هيكون مقاول لعقار صيني الكداب الجعير اللي كان بيجد بمبارح ويقول ان احنا بننتج لقاح وان بنتكلم لحد ما ربنا يسهل لنا بقى ويبقى فيه حاجات رسمي لا القصة نشرها الموقع الاسرائيلي ده ان الصين اتفقت مع مصر لانها انتجت عقار والصين عايزة توزعه في افريقيا وبالتالي اتفقت مع مصر انها تجري التجارب على اللقاح ده وانه بعد ما يتم نجاحه او يعني التجارب تبقى كويسة هيتم توزيع اللقاح ده في افريقيا عن طريق مصر وبالتالي مصر هتبقى بلاتفورمة يعني كده تقدر تقول كما وصفاته الصحيفة دي مصر هتبقى مقاول العقار الحلقة دي كان بتاريخ 25 نوفمبر عشان بس تعرف ان البرنامج ده اقعد انت اقلب ودور وعمل مش هتلاقي حاجة غي زي البرنامج ده طلع كلامنا النهار ده صح تعالوا نشوف بعد اكتر من 17 يوم من الكلام اللي احنا قلنا ده فرج على كلام الوزيرة بتقولي النهار ده وزيرة الصحة بتقول ايه بتقول وزيرة الصحة مصر ستصنع لقاح كورونا الصيني لتوزيع على الدول الافريقية قلناش حاجة بقولك انت تيجي برنامج مصر النهار ده على قناة مكملين تاخد خدمة زي الفل يوم 25 نوفمبر قبل اي كلمة ما يتكلم قلتلك السيسي بينخع وبيكذب ومنعملش حاجة قلتلك هو هيبقى مقاول للقاح الصيني عايز ياخده من الصين ويتجربه في افريقيا طلعت النهار ده هالة زايد قالت مصر اهو مصر ستصنع لقاح كورونا الصيني لتوزيع على الدول الافريقية ده لأ هات الخبر اللي قبل ده والنبي الله يخليك اللي قبل ده اه الجمعة 11 ديسمبر بعد اكتر من 17 يوم من كلام المدعو محمد ناصر مصر ستصنع لقاح كورونا الصيني لتوزيع على الدول الافريقية ياختي عليها وجمالها وما كنت بتنقعه حلو حلو مش مشكلة مش مشكلة احنا جايين فقال مصلحة حلو قوي دي ايه نجحته نجحته في التفاوض واخدته اللقاح الصيني اسمع الخبر ده النهاردة نفس الاستاذ عالة زايد مصر في مرحلة التفاوض مع الشركة الصينية لتصنيع اللقاح كورونا 11 ديسمبر يعني عبدالفتاح حسين خليل السيسي اللي طلع ينخع ويقولك بنصنع لقاح طلع زي ما انا قلت يوم 25 نوفمبر انه ويصنعش اللقاح الحاجة ده بيحاول اتفق مع الصيني يبقى مقاول ياخد منها اللقاح ويعملو في مصر ويبيوع للأفارقة والنهاردة او مبارح الجمعة 11 ديسمبر طلعت الوزير اللي قالت لسه في مرحلة التفاوض لسه يعني لسه مش هتبقى تصدق برنامج مصر النهاردة لف انت لف على البرامج كده وتعال هنا في النهاية الهاردة كله ايه بقى يا حضرات زي ما كذبوا عليك في عدد الاصابات بيكذبوا عليك برضو في اللقاح اللي بيقول لك جيه دي من الامارات لان الحداية عمرها ما ترمي كتاكيد وخد عندك فضيحة دولية اهي كانت من يومين بالظبط وايه في قلب القاهرة في قلب القاهرة اسمع كده الخبر ده لا تعبر عن الواقع ايه بقى اللي لقى تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن اصابات كورونا في مصر ده كان يوم التلات تمانية ديسمبر طلع الاخ مدير مكتب منظمة الصحة العالمية وعمل مؤتمر صحفي قال ان الارقام اللي موجودة الارقام اللي موجودة في مصر اللي بتعينها وزارة الصحة لا تعبر عنها قال الدكتور ريتشارد بيرنان مدير التوارئ الصحية بالمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية ان عدد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تسجلها وزارة الصحة المصرية لا تعبر عن العدد الحقيقي لالإصابات بالبلاد جاء ذلك اسمع بقى في كلمته بالمؤتمر الصحفي اللي عقدوا بمكتبه الاقليمي بشأن مستجدات الوضع الاقليمي لجائحة كورونا وقال ان عدد من الدول تستخدم مش عارف ايه اختبارات الى اخيره الى اخيره فالحكومة المصرية قررت ان تركز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين خاصة المصابين بأبراد معقدة وفي حالة حرجة وبالتالي فمن المرجح ان المصابين بأعراض خفيفة او متوسطة لا يجرون ان اختبارات البي سي ار